ترتبط مصر بعلاقات متميزة مع مختلف الدول العربية إلا أن العلاقات المصرية الإماراتية عميقة للجزور وتتسم بسمات خاصة خصوصية العلاقات بين البلدين تجلت بعد أن كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيامة تحاد دولة الإمارات العربية المتحدة فيما كانت الإمارات من بين أبرز الدول الدعمة لمصر خلال حرب أكتوبر المجيدة مصر والإمارات العربية المتحدة علاقات عميقة الجزور قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية فالقاهرة وأبو ظبي تمثلان عنوان العروبة وتحضيان بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة على كل الأصعدة ومنذ عام 1971 كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة وسارعت إلى الاعتراف بها فور إعلانها ودعمتها دوليا وإقليميا باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار وإضافة جديدة لقوة العرب واستندت العلاقة بين البلدين إلى أسس الشراكة الاستراتيجية علاقات جذورها تعود إلى مشاعر القومية العربية التي ربطت بين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والراحل العظيم الأبي المؤسس الشيخ زايد آل نهيان إذ أيد ناصر حلم زايد في اتحاد الإمارات السبع معا لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة وقد كان الشيخ زايد وفيا لمصر ودورها الرائد حيث قدم الدعم لمصر بعد حرب عام 1967 وبدء إعادة بناء القوات المسلحة المصرية لخوض معركة التحرير والنصر وعند بدء حرب أكتوبر عام 1973 كان الشيخ زايد في زيارة إلى بريطانيا ولم يتردد في إعلان دعمه لمصر في حربها لا يمكن أن يكون للأمة العربية وجود بدون مصر كما أن مصر لا يمكنها بأي حال أن تستغني عن الأمة العربية لم تكن تلك الجملة الشهيرة للشيخ زايد عن مصر تصريحا سياسيا يخرج من قائد عربي ولكنها كانت كلمات تصف صدق قلب رجل أحب مصر وشعبها فأحبته مصر خصوصية العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي بلغت ذروتها خلال الفترة الحالية فقد شهدت تطورا كبيرا ونوعيا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها لتزداد علاقات البلدين عمقا ورسوخا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والفقيد الراحل الشيخ خليفة بن زايد وولي العهد الشيخ محمد بن زايد ولتصبح النموذج الأبرز للعلاقات العربية العربية القادرة على مواجهة جميع التحديات في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر